وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين من مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة إليك باسم انتهى منذ قليل بعد ظهر اليوم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة انتهى المؤتمر الصحفي الذي عقد برئاسة السيد الوزير أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور مساعدة الوزير من قيادات الوزارة وأيضا من منسقي أو رئيس المكتب التنسيق للجامعات وبحضور إعلامي مكثف انتهى المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه نتيجة القبول لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 والذي حدد درجات القبول والحدود الدنيا للقبول بالجامعات المصرية سواء كانت لي الشعبة العلمية والشعبة الهندسية والشعبة الأدبية كما جاء في خلال كلمة السيد الوزير ومن أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي ما أعلنه الوزير بأنه تم تحديد نسب القبول في أكليات الطبية والهندسية والأدبية وأوضح بيانا بأسماء الكليات التي ما زالت هناك الفرصة متاحة في الدخول إليها للطلاب في المرحلة الثانية من التنسيق وقد أفد أيضا السيد الوزير بأن المرحلة الثانية لتنسيق بالجامعات المصرية سوف تبدأ من الغد يوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم أي من يوم الخامس عشر من الشهر الجاري وحتى يوم التسع عشر من الشهر الجاري بنسبة حد أدنى للشعب العلمية علم علوم وعلم رياضة 250 درجة فأكثر بواقع 60% و98% في المئة والشعب الأدبية بواقع 238 درجة بواقع 58.5% في المئة وأخيرا أفد السيد الوزير بأن هناك كليتين جديدتين ستدخلان المجال الدراسي هذا العام طبعا كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس وكلية فنون تطبيقية بجامعة طنطة لتوفير وتسهيل الدخول للطلاب الراغبين في دخول هذه التخصصات وتوفير جامعات أو كليات إضافية بالجامعات الإقليمية لتوفير هذه الفرص للطلاب الراغبين في تعلم ودراسة هذه المجالات هذا كان أبرز ما جاء اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقد بما قر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدرية الجديدة إليكم